رغم صدور نظام ترخيص لمقدمي خدمات النقل المدرسي يرفع أهل الطلبة أصواتهم في سبيل حل المشكلة المتفاقمة وسط مطالبات بإيجاد آلية عمل ملائمة تنظم هذا القطاع وتضمن سلامة الطلبة واستمرارية نقلهم من وإلى المدارس لا تزال مشكلة نقل طلاب المدارس الحكومية مفتوحة حتى بعد صدور نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018 رغم تأكيدات أولياء الأمور أنهم بأمسل حاجة لهذه الوسيلة من أجل نقل أطفالهم للمدارس بصراحة يعني ما فيه بدائل وهذا الشغل يعني انوجدت من خلال عجز الحكومة عن تلبية هذه الخدمة ما عندي سيارة أوصل أولادي الصباح مثلاً ولازم قبل السبعة ونص يكونوا موجودين فعني بنتي يعني عشر سنين كيف بدأ أوصلها وبيتي بعيد يعني أنا هلأ مثلاً بنتي الكبيرة مع نفس السواء من صف أول هلأ هي أول ثانوي ما شاء الله محترم خلوق مثل أخوها بعملنا معاملة أهل مش إش بديل للمواطنين يحط أولادهم فيه عام 2015 وضعت هيئة تنظيم النقل البري مسودة للتعليمات المتعلقة بوسائط نقل طلاب المدارس الحكومية إلا أن هذا النظام أقر ودخل حيز التلفيذ منتصف شهر تشرين الثاني بشروط متعددة لترخيص مكاتبه من أجل هذه الغاية بالنسبة أننا صعبنا الآن نطبقه لسبب أولاً هم طالبين هم شركة برأس مال 100 ألف دينار والشركة رأس مال 100 ألف دينار تبتعرف إحنا بتعاون الدخل المحمود المحدود معظم متقعدين عسكريين ومدنيين يعني رواتب محدود من 300 دينار إلى 350 دينار بالإضافة إلى أنهم باصات حديثة الباص الحديث إحنا حاولت أرسل بعض الشركات سواء داخل البلد أو خارجها طلبوا مننا طبعاً من 16 إلى 17 ألف دينار قيمة الباص إذا ندفع نقداً فإحنا الآن مكانية المالية ما لدينا قدرة خلينا نجلس على الطاولة نتشاور نتحاور حتى نحل هذه المشكلة تكون مرضي لكل الأطراف وتبقى كيفية نقل طلاب المدارس الحكومية مطروحة في الشارع الأردني من أجل الوصول إلى نظام يناسب جميع الجهات لنقل الطلاب بطريقة آمنة ليلة خالد رؤيا